هو بلعام بن باعراء أو بلعام بن باعراء بن سنور بن ناب بن لوط بن هاران أي أنه كان من ولد نبي الله لوط عليه السلام وكان بلعام حبرا من أحبار بني إسرائيل في زمن سيدنا موسى عليه السلام وقد تلقى علم التوراة على يدي نبي الله موسى حتى صار من كبار العباد وقد بلغ من العلم درجة لا يبلغها إلا الأنبياء والصديقون وكان مستجاب الدعوة وكان يعرف اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وكان إذا نظر رأى عرش الرحمن من فوق سبع سماوات وهو قابع في مكانه على الأرض ثم ضل بالعام بعد هدى وكفر بعد إيمان وقصة كفره كالتالي كان بالعام من الكنعانيين من مدينة الجبارين وعندما قدم موسى عليه السلام من أجل حرب الجبارين قوم بالعام بن باع راء نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام عند ذلك اجتمع قوم بالعام بن باع راء إليه وقالوا له إن موسى رجل شديد ومعه جند كثير وإنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادعوا الله أن يردهم عنا فقال لهم ويلكم نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي فأعادوا الكرة وراجعوه مرارا وألحوا عليه وأغروه بالأموال والمناصب والسلطة وبتزويجه من أجمل الفتيات فقال لهم حتى أراجع ربي لأنه كان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر في منامه فقيل له في المنام لا تدعو عليهم فقال لقومه إني آمرت ربي وإني قد نهيت عن الدعاء عليهم فأهدوا إليه هادية فقبلها ثم راجعوه في ذلك فقال حتى أراجع ربي فآمر فلم يوحى إليه بشيء فقال قد آمرت فلم يوحى إلي بشيء فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك أول مرة وما زال يتوسلون إليه ويلحون عليه حتى فتنوه وتمكن الشيطان منه ثم أخذ حمارته وسار بها وتوجه إلى جبل يطلعه على جند بني إسرائيل فلما سارت به قليلا امتنعت الدابة عن السير ورفضت المشي فنزل وضربها حتى قامت مرة أخرى ثم مشت قليلا ووقفت مرة أخرى وامتنعت عن السير ففعل مثل ما فعل فقامت الدابة فركبها فلم تمشي به إلا قليلا ثم وقفت فنزل وضربها فأذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه قالت ويحك يا بالعام أين تذهب ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم يسمع لها ولم يصغي إلى قولها لحكمة أرادها الله تعالى فخلى الله سبيلها حتى إذا أشرفت على جبل حسبان صار يدعو بالعام بن باعراء وكان كلما دعا على سيدنا موسى وقومه بسوء أو هزيمة حول الله لسانه بهذا الدعاء على قومه من الكنعانيين وكلما دعا لقومه بالنصر والخير حول الله لسانه بهذا الدعاء إلى قوم سيدنا موسى عليه السلام فيعم عليهم الخير والبركة فقال له قومه وي لك يا بالعام إنما تدعو لهم علينا فقال هذا مما لا أملكه فقد غل بني الله عليه ولم يزل يدعو لقومه وعلى بني إسرائيل وهو يجاب بالعكس حتى اندلع لسانه على صدره وقال لهم ذهبت دنياي وآخرتي ولم يبق لكم إلا المكر والحيل ولم يكتف بالعام بهذا بل بيّن لهم الحيلة التي سيستخدمونها ليهلكوا بني إسرائيل فقال لهم جملوا نساءكم وتركوهن بين معسكر بني إسرائيل وأوصوهن ألا يمنعن أحدا من الزنا بهن فإن زن رجل واحد من بني إسرائيل بواحدة منكم كفيتمهم ففعلوا ذلك وطافت نساؤهم بين عساكر بني إسرائيل فمرت امرأة تسمى كستا بنت صور من أجمل النساء على زمزي بن شلهوم من عظماء بني إسرائيل فاقتادها فرآه نبي الله موسى عليه السلام فقال هي حرام عليك لا تقربها فلم ينتهي وأدخلها قبته وفعل بها الفاحشة فأرسل الله سبحانه وتعالى الطاعون ببني إسرائيل وكان هناك رجل يدعى صحاح ابن عيراد كان غائبا عن المدينة وكان ذا قوة وضطش شديد وعندما حضر وراء الطاعون قد استقر في بني إسرائيل أخذ حربته ودخل على من يزني ثم قتلهما وخرج من قبة البيت رافعا يديه إلى السماء وقال اللهم هذا فعلنا بمن عصاك فأرينا فعلك في عدونا واكشف عنا مبتلين به بسببه فرفع الله عنهم الطاعون وقد بلغ من مات من حين فعل الفاحشة بين كستا وزمزي إلى زمن قتلهما سبعين ألفا من بني إسرائيل أما بلعام فضرب الله به المثل والعبرة لكل من آتاه الله العلم وارتد إلى المعاصي وحطام الدنيا الزائلة رغم علمه بطريق الحق الذي لا طريق غيره ولكنها شهوة النفس والطمع ومات بلعام بن باعراء على كفره وضلاله وقصة بالعام بن باعراء من القصص التي تحمل في طياتها الكثير من العبر والموعظ التي يوجه الله تعالى بها عباده المؤمنين ويعظهم بها منها أن النصر بيد الله وحده يؤتيه من يشاء فقد رفض دعوة رجل صالح لأن بيده كل شيء والله تعالى أعلم أين يجعل رسالته وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة لا يعلمها إلا هو جل وعلا وفيها أيضا تحريم معادات الأنبياء والمؤمنين وأن عقاب ذلك شديد ومن التعاليم أيضا أن الإنسان ليس بيده إلا الدعاء لكن إجابة الدعاء بيد الله تعالى على أن يكون الدعاء فيما يرضي الله تعالى وقد ذكر الله تعالى قصة بالعام بن باعراء في القرآن الكريم في موضع واحد من سورة الأعراف قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون واتبعه الشيطان واتبعه الشيطان ترجمة نانسي قنقره الشيطان